في الموسم الحالي وطبعا أي حد بيتكلم على أو بيحسبها بلغة الأرقام فشتان الفارق يعني ساعة ما بين فريق لعب 30 مباراة خسر نصها وتعادل في تلتها يعني تمتخيلين مشوار إيستن كامباني عامل ازاي لكن هل ده اللي هنشوفه في الملعب ثق تماما أنه لأ وأنا الموضوع ده الحقيقة حيارني كتير جدا يعني كمشجع وكمشاهد قبل ما أكون كمقدم برامج يعني فكرة أنك أنت في كل مباراة الأهلي بيلعب مع 17 فريق على مدار الموسم رايح جاي السبعتاشر مباراة بتحس أن الفرق اللي قدامك كلها أين كانت ترتيبها بتلعب على بطولة يعني المباراة بتاعتها قدامنا دي الأهلي هي مباراة نهائي كاس لو كسبوا هياخدوا كاس هياخدوا بطولة ما بيحصلش ليه ده طول الدوري يعني الفرق دي لو بتلعب بنفس المستوى طول الماتشاط كل ماتشاطها في الدوري إحنا يبقى عندنا دوري زي الدوري الإنجليزي عندنا ماتشاط يعني في البطولة دي مفيش حد يقدر يتوقع ناتجتها لكن هي القصة بس إنه لا إحنا قدام الأهلي بس ليه بقى دي محتاجة دكتور طبيب نفسي يشرح وعلى فكرة مش خصة أنك يعني بتنفس الفريق اللي أنا بنتمي ليه أو بشجعه عشان كده أنا ببقى بتدايق خالص على الإطلاق وده يعني دي ضريبة واحدة من ضريبة إنك أنت كل ماتشاط منتظر من الفرق اللي قدامك إنها بتقدم دايما أعلى مستوى لها وعلى الرغم من الفرق دي يمكن لو قسنا معدلات لعبها في المباريات على مدار الموسم وقررنا بأي لعب نادي الأهلي تقريبا لعبت نادي الأهلي معظمها لعبة أكتر من ضعف عدد الماتشاط اللي لعبتها كل فرق الدوري في مصر لعب النادي الأهلي لعب عدد مباريات أكتر على الأقل بالضعف ضعف عدد المباريات اللي لعبها بقيت لعبت الدوري كله ورغم كده ما بنشوفش الحالة البدنية والروح والجرينتا دي قدام الأهلي غير في مباراة ولا اتنين طول الموسم مع الأهلي رايح مع الأهلي جاي فين بقيت الدوري ما بتلاقيش على كل الأحوال الأرقام لا تعنينا من وخدوا بالكوا طبعا أنه النهاردة الفريق بتاع استين كامباني واحد من الثلاث فرق قريبة جدا من الهبوط وده برضو واحد من الدوافع فتوقع أنه الناس دي في عرض نقطة بالطول ولا بالعرض وحتى لو ما جاتش النقطة هاي برضو فرصة للعيبة في آخر الموسم تقدم نفسها أو راعة مدها يمكن فريق طالع من تحت أو فريق مكمل في الدوري يقولك فيه هنا لعيب كويس ناخده فبدل من ينزل دوري الدرجة التانية يكمل في الدوري الدرجة الأولى كلها دوافع وكلها حسابات